صباح الخير على كل المشاهدين الصحة والجمال والنهاردة معاكم في حلقة جديدة من برنامج زا شو طبعا برنامج زا شو برنامجنا هيبقى موجود كل يوم سبت معاكم الساعة 11 صباحا طبعا هيشرفتني ويسعدني ان انا يبقى موجود فيه انا وزميلتي الجميلة ايه العيجين يا صباح الفل يا سامة حامل ايه صباح الفل عليك ايه الاخبار اخبارك انت ايه كله تمام اخبار 20-20 معاك ايه والله 20-20 جميلة والله يعني جايبين لنهاردة حاجات حلوة قوي عن ايه الحامل الله جميلة فلاص عارف انت عشان ما نقولش حاجة تانيا ده حقيقي النهاردة كمان جايبين ايه ملخص السنة كله يلا بينا تيجي نبدأ بشهر يناير يلا بينا طيب بدأت السنة بخناقات على اغنية ايه تبقيت قولي لا اه والاغنية اللي قصرت الدنيا على السوشيل ميديا اه كمان اصالت طلقت من العريان وحرامي اقتحم بيت نانسي عجرم ودي عملت قلبان برضو على السوشيل ميديا وقعدت اخدت جدال فترة كبيرة اوي نيجي بقى للجزء العالمي اوكي؟ حريق غبات استراليا وانفجار بركان في الفلبين واهم جزء في السنة دي يا سامح ان الصين اعلنت اول حالة وفاة بسبب فيروس كرونا بالزبط كده عارفة بقى لما نيجي لفبراير بقى كانت 29 يوم لو تفتكر عشان دي كانت السنة كبيسة اه المهرجانات اتمنعت الزمالك مراحش يلعب الاهلي في الاستاد اوه وبعدين عمر دي يا بنزل الالبوم بتاعه في الاخر عشان رامي صبر يا حياته ما بقتش تمام اوه لكن في الاخر خالص اكتشفوا اول حالة كورونا في مصر اوه بقى 12 حالة وفاة واعلنت وزارة الصحة العالمية بان كورونا جت وبدأ العالم يقفل على نفسه بعيدا بعيد بقى عن العصفة اللي جت والدنيا اللي اتقلبت اجلنا الدراسة ووقفت البلد وفرضنا حظر التجوال اه اللي قعدنا كلنا في البيت وقربنا من الناس كتير اوي 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 اه لا قعدنا في البيت كده وبقى فيه ترابط اثري مش السوشيال ميديا بعدتنا عن بعض مش السوشيال ميديا بقى والحاجات دي اللي اعنا كنا يا دو بنلحق نكلم بعض في تفول قعدنا كلنا اه قعدنا بقى انا بنتقابل ونقعد في البيت ونفتر ونتغدى ونتعشر وكانت حاجة جميلة اوي تعالي نشوف شهر اربعة بقى اللي هو كل طواقم الطبية طبعا كانت في مصر والعالم كله اعلنت ان هي دي خلاص حرب ضد هذا الوباء وفي هذا الشهر برضو احمد فتح يساب الاهلي وتوفى الفنان الجميل حسن حسني طبعا الله يرحمه والمظاهرات حصلت في امريكا وولعت الدنيا كلها في امريكا تيجي اقولك ايه اللي حصل في مايو يلا بين نزل جدوى للسنوية العامة وكانت صدمة لبتوها للسنوية العامة طبعا ما كونش متوقعين وبعدين بقى الخبر الحلو المبهج ياسمين صبري الجوزة ابو هاشيما التايجر يا جماعة عملها ميدة طيب والحجر الصحي وبدأ يجنن الناس على السوشيل ميديا وكمان على تيك توك يعني من تيك توك بقت كل الناس قعد على تيك توك يا سامح بتعمل فيديوز خلاص عملتوا ولا ما عملتش فيديوز على تيك توك يا سامح يعني لا تيك توك لا ما وصلتش طب عملت على سوشيل ميديا اه سوشيل ميديا بصي مبدأ برضو يعني الفيسبوك ونستجرام وليوتيوب انا على مبدأ اه لكن تيك توك لا 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 ما عملتش طيب وكان عندنا ايه تاني اه دخلنا بقى رمضان وقصاب بكورونا وكمان وصلنا المليون في العالم مرة واحدة في العالم كله كل ده في شهر مايو دخلنا بقى في شهر يونيو بقى عارفة يا ايه بصي اولا ما دخلنا في شهر يونيو كان المفروض ان احنا دخلين الاصابات برضو بتزيد وكل حيان كانت بتزيد والحمد لله لكن كلنا لو تفتكري عياتنا كلنا في الحلقة 28 في مسلسل الاختيار طبعا تحية الجيلة طبعا الامير قرارة طبعا وبيه ترميم المخرج الجميل وساعتها الناس كل فريق العمل المسلسل كان حلو جدا كان رائع ما هو بصي احنا كاتبنا زي ما الادات بيقول يعني هو قال لنا عياتنا كلنا في حلقة 28 فانا بقولها زي ما هم قالوا والناس كلها على الفيسبوك طبعا ما كانش بتحب فتحي بس ردواني برينس انتقم في الاخر والعيد كمان جي وطبعا كان ساعتها الفنانة الجميلة الله يرحمها رجاء الجداوي أوصيبت بكورونا والناس بدأت تخرج بعد كده والدنيا بدأت تبقى احسن شوية ولكن دخلنا في سهر يوليو عملنا ايه في يوليو بقى؟ بدأ معانا الابحاس اللي ندور على المصل لفيروس كورونا اما بقى عند دفعة 2016 فكانت مطالب منها انها تنتحن يا حرام بقى دولت اللي تصدموا احنا نزلين على الامتحانات على طول احنا جايين لكم باخبار حلوة انتوا خلاص هتنزلوا وتنتحنوا غلابا دولي ايه اتخوتوا على طول جينا بقى في شهر اغسطس بقى احنا اول حاجة طبعا لو تفتكري فاكرة اللي هو الرجوع بقى للشغل بعد المعاناة بعد الاجهزة الطويلة دي الناس كلها لما صدقت لما صدقت خلاص رجعنا ورجعنا بالي شو كان فيه كان فيه افراح بتحصل ساعتها في البلد وطبعا حصل الاسف لانفجار الضخم اللي كان في العاصمة اللي بني بيروت ورمضان صبحي راح برامدز ووفاة سيدة الشاشة الجميلة شويكار الله يرحم ويرحم الجميع ربنا يرحم وبرضو كان ساعتها تم اعادة فتح الحضائق والمنتزهات في القاهرة بقدرة استعادة 50% لانها كانت مقفولة قبلها فرجعت الدنيا فتح التاني 50% ستمبر جيب ايه بقى جيب حريق جديد في بيروت ودي كانت حاجة خلتنا كلنا في كم من حزن كبير قوي عن عن الحصل يعني اتنين كده وارا بعض كانوا صعبة قوي بجد والناس من سنية الشتاء خلاص بقى احنا الستمبر خلاص بسنين الشتاء بقى يا جماعة احنا هو مستعدين فين بقى الشتاء جينا بقى في كتوبر وده كان اهم حاجة بقى كان ما دخلنا في كتوبر بدأت الدنيا تفوق احسن واحسن وبدأت الدنيا الشتاء مش الشتاء كان الجو بس كان لطيف لو تبتكري اياه كده كان الجو كان بدأ يبقى لطيف ولزيز وحصل برضو حاجتين كده نحب نقول لكم سريعا كان احتزال بهاء سلطان من اسف المطرب الجميل واغنية بيبي شارك فاكرها اه بيبي شارك خدت اكبر نسبة مشاهدة على اليوتيوب في العالم كله كان في شهر اكتوبر عشرين عشرين الاغنية دي معلمة مع كبار وصغار هي اكت مع مرز غريب بس عملت اتنين اه بس احنا بقى اينا بنعملها فيديو سعى تيكتوك طبعا طيب نوفمبر واشل معك فين بقى نوفمبر عيد الحب المصري البالنتاين اللي كلنا بنحتفل بيه دوت بدأنا بيه اللي هو ايه خلاص احنا نزلنا يا سامح بقى الشارع فبدأنا نشوف الناس بدأنا نرجع علاقاتنا تاني فنحتفل بالبالنتاين ولا انت شايف ايه واحنا رجعنا فانا الحمد لله والحمد لله ووزارة الصحة للأسف اعلنت الموجة التانية لكورونا يا جماعة يا ريت نخلي بالنا ونلتزم ونرجع تاني خليك في البيت الهاشتاج بتاعنا الشهير على السوشال ميديا يعني فبجد خلي بالكم رجعنا بقى الشهر 12 بقى ايه خلاص اللي احنا فيه ده خلاص بنودع الدنيا فيه فبنودع السنة القديمة ان شاء الله تعدي كلها بكل حزنها وتيجي سنة جديدة ان شاء الله واحد وعشرين على خير ولكن للأسف في شهر 12 او ديسمبر اللي احنا موجودين فيه الاعداد بتزيد ووصلت خلاص تسرت حاجز الالف والاعداد بتزيد وكل شوية بدأنا تاني نرجع نقول يا جماعة الكمامة الكحول لاجراءات الاحترازية وخلوا بالكو ويبقى فيه تباعد ويبقى فيه حاجات زي كده كتير احنا لسه قلعين انا وقال الكمامة حالا اوه 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 ده حقيقة احنا يعني اوه احنا قلعنا احنا ماشيين بكحول والكمامات يا جماعة يريد تحافظوا على نفسكو بجد لو انت مش خايف على نفسك خايف على باباك على منطق على اخواتك لو انت عندك اطفال في البيت على عيالك فحفظوا على ده حفظوا على التباعد اه نشرب كتير حاجات فيها فيتامين سي اه نخلي بالنا نخلي بالنا نخلي بالنا دي اخر اخر رسالة اوه اعايزين نقول لكو فعلا يا ريت يا جماعة نخلي بالنا فعلا من الكحول والكمامة وكل الاجراءات حماتا وانطهر ايدينا مش فارقة حتى الكحول يا جماعة اللي مش عايز تخدم كحول على الاقل تخسر لديك بالماية والصابون اه موجودة في كل حتة وكلنا دايما نقول الكلام ده كله فيه طبعا اسات زيتنا وده كاترة كبار تكلموا في المواضيع دي كتير ويمكن تعلمنا من الدرس من موجة الاولية لكورونا اه بس خلوا بالكم عشان الموجة التانية جديدة اه وربنا يشفي كل ماردانا ويرحم موتانا وان شاء الله تعدي الموجة دي على خير ونبقى بلدنا احسن واحسن في 21 ان شاء الله عايزين نقول لكم استنوا الفقرة الجاية هيكون معانا حاجة مميزة جدا 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 استنونا بعد الفاصل يلا بينا نطلع فاصل ونرجع لك تاك ورجعنا لكم مرة تانية مع تاني فقراتنا في برنامج زا شو وتاني فقرة ايه بقى محضرة ايه اه الفقرة دي مميزة جدا جدا لان هنتكلم عن بروديكت صناعة مصرية 100% وكمان مش منتج تجميلي لا هو علاجي اكتر وبعدين هو كمان عايز اقولك ان هو حريمي ورجالي اه عشان يطلع لنا اي حاجة في الموجود اه يعني احنا مستولين اكتر يعني هو اه كمان اه فيه كمان منه عاملين للشعر فيتامين للشعر واحنا عارفين قد ايه الشعر بالنسبة للبنت تاج المرأة اه فيه جميع الديوت اللي احنا بنحتاجها في حياتنا فيه اه لوز حلو فيه جوز هند فيه ارجان وما اهمية الارجان في حياتنا طبعا فترة الاخيرة وكمان فيه زيت زتون والزيت اللي ما نقدرش نستغنى عنه هو خروع وكمان فيه فيتامينات كتير اوي بس خلينا نتكلم باستفادة اكتر اه احنا بقى نخلي الضيف بتاعنا النهاردة هو صاحب المكان خلاص بقى مش الضيف هو اللي يتكلم معينا النهاردة منورنا طبعا في فقرتنا السيد يوسف عبد الرحمن مدير شركة فندردي زكرا السيد يوسف اهلا وسهلا اهلا يا حضرتك عامل ايه كله تمام الحمد لله تمام منورنا منورنا ومشرفنا طبعا النهاردة والله انا يعني فعلا النهاردة مبسوط جدا ان انا جاي جزء من نجاح براند مصري ادر في فترة قليلة يعني يثبت نفسه تمام واه احنا دخلنا قدام منتجات المستورد وقدرنا ان احنا نعمل منتج عالي الجودة من غير المنخاف وده كان الحاجة المختلفة لحنا كان ريسك كبير يعني والله هو برضو في الاخر الناس عايزة منتجات عالية الجودة يعني المصريين ما بيجوا صنعوا رجال اعمال بيهربوا من الحتة دي ويروح يعملوا حاجات اقل على فكرة ان المنتج المصريين يعني هتبقى حاجة رخيصة وخلاص مش مشكلة الجودة لأ احنا كان الكواليتي عندنا اهم حاجة كنت بتلعب اكتر على المحتوى لازم يكون قوي مش فكرة قوي بس مختلف لأ هو انا شمتهم كلهم بصراحة يعني هو كل واحد فعلا بيتكلم عنه كل واحد ريحته مختلفة فعايزك الاول قبل اي حاجة عايزين نعرف البراند ده بدأ امتى وازاي والله يعني قبل اي حاجة هو اسم جاي من واحد استقافة الفرنسية جوردي فينوس هو يوم كوكب الزهرة الهات الحب والجمال عند الاغريق فيعني ده وحي البراند في الاول احنا نبقى الاسم نفسه جي من حتة فرنسية اكتر يعني الصخافة يعني وفندوري ده يوم الجمعة بس في فرنساوي ما عندهمش كلمة يوم الجمعة عندهم كواتب ففينوس وفينوس ده إلات الحب والجمال فالموضوع اللي علاقة بان يعني ده الايكونة بتاعتنا اللي احنا الحب والجمال ده الحاجة اللي احنا عايزين نقدمها للناس مش مجرد بس بيرفيوم يعني لما بتستخدمي بيرفيوم فندري دي تبتحط حاجة على جسمك فيها بانسينول فيها اه التركيبات بقى كلها بتاعت كل تركيبة انت في هير بيرفيوم وفيه بيرفيوم عادي فخلينا نتكلم الاول على البرفيوم اللي هو البرفيوم العادي اللي احنا بنستخدمه مكوناته ايه هو طبعا بيرفيوم مش 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 زي بقى اي بيرفيوم عادي مش شوين فرنس بس لأ هو كمان حاجة علاجية للجسم حاجة يعني لو بتستخدميها كروتين يومي فهي حاجة كويسة جدا علاج يعني يعالج بقى ايه برضو يعني تشاوات الجلد تمام حلو الحاجات دي لا احنا عايزين نعرف منك يا سوس يوسف النهاردة كل حاجة علشان كده ايه او يعني يعني عندك مثلا بيعالج تشاوات بتاعت الجلد اه وايه تاني اول ده البانسينول عامات اه اقوى مادة مرتبة للجسم فيعني خلاص الجلد بيحبقى خد التوازن بتاعه وخد الترتيب بتاعه كويسة زيت بقى الزجروبة زيت اللوز الحال وفايتامين اي كل المواد الطبيعية اللي بيحتاجها الجسم عشان يحافظ على مرونته طول اليوم والنظرة المسابة تحت الجسم كده واه والطرتيب على طول يعني دي حاجة حلوة يعني هيبقى جامع لتنين ما يكون عندنا منتج مصري جميل فيه كمية الترتيبات وكمان بيرفوم يعني مش دار مفوش سبيرتو او حاجة دارة اول براند مش مصري بس يعني تبصي على الحاجات المقابلة العالمية يعني مفيش حد لأ يعني بيجوا مثلا براندات بدون ذلك اسماء ايوا بيبقوا مجرد الكحول وفاين فريجرانس وخلاص المجرور الدور لكن ده كل زيوت كل زيوت طبعاً مش هتبقى على الهدوم يعني ما تخافيه اه اه فاهمة ايوا وكمان العطر نفسه جاي من انه بيقدم شخصية مختلفة بيقدم روح مختلفة مش 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 مجرد ريحة حلوة خلاص لأ ده انتي مسلا الصبح ايه رأيي حضرتك اوات تشرح لنا اكتر على المنتجات ايه رأيي بقى احنا عايزين نتفرج معي ده ده الحجم الصغير كان فيها فيه حجم ثاني كبير بس ده ده المنتجات الجديدة يعني دي عاملة معنا طفحة شفتي بقى الاستاذ يسو تجاب لنا النهار ده الحجم الصغير شفتي بقى والله يوم بكان ده مش مش الناس اللي تشتري مننا كان لأ احنا عايزين حاجة صغيرة تبقى معنا في الشان علشان يبقى سهل في الشنطة او ايه خلينا نشرح اول منتج ايه ده ايروتيكا اول واحدة ايه ايروتيكا بتتتوي من ايه بقى ايه فيها المانجا والياسمين اه حاجة كده حاجة مبهجة كده جميلة حاجة مبهجة وفي نفس الوقت شائية يعني او البرسوم انا شمتها يا جماعة ريحة المانجا يعني اتاحت منها اه اه اول بس ما حطينا بس منها كده ريحيتها في احد في المكان بجد ريحيتها حلوة اوي والتاني حاجة ده يا جي ده برفيوم رجالي اوكي اه رجالي بقى هو التوابل واخشاب حاجة ديكورية مسكلا كده يعني كويس لو حد يومه طويل فده برفيوم قوي يمشي معه من الصبح بالليل طبعا بقى لو صهرا انت لاخدتوا الصهرا في واحدك مفيش حد تاني يتحدث عن وجودك يعني احد يحضر برفيوم بقى تاني خلاص فمش موجود اصلا ده كده دخل قضاء على اي حد الاتنين اللي جاموا بقى دول يعني دول التفرة فاكي ده يعني ممكن نقول ان احنا عمليين حاجة فعلا ممكن عن سجله براية اختراع كمان فعلا لان ده اللي بتيجي تعمل برفيوم الشعر بقى اغلبيته بينشف الشعر ده حقيقي ده مفوش على الكحول خالص ارجان زوجوبة زيت برافين وللاسف وقت فاكرتنا بيخلص فعايزين ناخد دي سريعا الجزء الاخراني ده سريعا بس هو برفيوم الشعر حاجة تبقى روتين يومي وفي نفس الوقت تبقى ريحة الشعر حلوة مغزية للشعر التانية دي واو جيرل دي فواكه ولوكا فاني مان ده حاجة خفيفة كده برفيوم كالك كلها منتجات جميلة جدا نورتنا النهاردة واتحفتنا بالمنتجات الحلوة دي وخصوصا بتاع الشعر لان انت عارف احنا مهوسين بعلاج الشعر وانت جايب لنا هير برفيوم في جميع السيوت اللي احنا بنحتاجها شكرا لحضرتك وشرفتنا ونورتنا وانتظرونا بحلقات جديدة من زا شو باي باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة